في هذه المرحلة تريد أوكرانيا من حلفائها الأوروبيين مزيداً من الذخيرة المدفعية وما تحتاجه تحديداً وفق وزير دفاعها أليكسي ريسنيكوف هو 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً تقول إن من دونها لن تستطيع التقدم على آلة الحرب الروسية فوفق الوزير الأوكراني تستخدم القوات الأوكرانية نحو 20% فقط من كمية القذائف المفترض استخدامها لتقيدها بالكمية المتاحة إذ أنها تستهلك ما معدله 110 ألاف جولة من قذائف مدفعية نيتو من عيار 155 مليمتراً شهرياً لا يتشهل الأوروبيون تحذيرات كييف على هذا الصعيد وضمن خططهم رصد ميزانية بقيمة مليار دولار من أجل تزويد الأوكرانيين بقذائف مدفعية خاصة من عيارات 152 و 155 مليمتراً التي تستخدم في مدافع هاوتسر الأمريكية ونظيرتها الفرنسية المحمولة سيزار بينما شبه مسؤولون في النيتو الحرب في أوكرانيا ببالوعة ذخيرة وحذروا من أن القتال في هذه الساحة يستهلك القذائف المدفعية بوتيرة أسرع من قدرات الحلف على تعويضها لكن استهلاك أوكرانيا ليس السبب كله فوفق تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية فإن أحد العوامل الرئيسية خلف عدم حصول كييف على ما تحتاجه من قذائف مدفعية لحسم المواجهة هو مقدار الوقت الذي يستغرقه البنتاجون لمنح العقود إلى المصارع التي تنتج الدخيرة المطلوبة والسبب خلف ذلك هو الإطار الزمني الذي يتبعه النيتو والقائم على عقلية وقت السلم الذي تكون فيه مستويات الشراء والإنتاج ثابتة ومتوقعة حتى أن بولندا أقوى دول الجناح الشرقية للنيتو عسكريا اتجهت للاعتبارات الزمنية ذاتها إلى شراء معدات عسكرية حيوية من خارج الحلف فحصلت عليها في وقت أسرع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر